الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد بالله من شرور أفسنا ونسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا من ضل له ومن يهديه فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شد لك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ كلمة هذه إخوتي في الله بسبحان الله سبحان الله وكأننا بالأمس يعني السنة الماضية العام الماضي اجتمعنا في هذا المكان وكانت أول محاضرة أول محاضرة نبدأ ونديرها في الشارع كانت هنا في هذا المكان في ضراريا قابل شوي وفي هذا المكان هذا يعني كان الله يبارك الحضور كان يعني كم يقول كان غافير وربما لي حضروا العمليفات كانت عندي واحدة العفقوية خلاتني يقول واحدة الكلمات هذه الكلمات من بعد من بعد ولت عبارة عن رمز يعني نقدر نقول لك السادة كاملة وانا نمشي في الترخ إلا ويحبس موطن إلا ويحبس طلوبين إلا ويحبس شاب يقول لي والله يا شيخ عندك الحفق وشنو هي عندك الحفق يقول والله غير بابور تع السالوخ ما رح نفريوها كنت تكلمت على أنه السعادة هذه تجيب ذكري الله وبالرجوع إلى الله وقلت باللي بابور سالوخ والله ما رح تنيح وقلت على أنه تقدر أنت تتناول كم يقول إحنا طلي طوار كم يقول إحنا تعال قررها تشغل طويل والله ما رح تنيح ونعيد كذلك نعيدها اليوم نقول يا إخوان والله والله ما جيتوا لهذا المكان إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى أربي هو لي وفقكم ووفقنا الآن باش نستمعوا في هذا المجلس المبارك كل واحد فينا الآن سواء كان مدمن مخديرات سواء كان بائع مخديرات سواء كان خاطئ المخديرات رح نقوله نقوله بل أنتال الآن الله عز وجل هو الذي أراد لك أن تأتي إلى هذا المجلس المبارك وأنك تسمع هذا الخير نقوله الكلمة اللي رح نتكلمها اليوم وهي عن التغيير من السنة الماضية إلى اليوم ماذا حدث ماذا حدث في حياتك كل واحد فينا الآن يحاول هو يخاطب نفسه أنت الآن وش صلاة لك في حياتك ماذا تغيرت في حياتك على بركم سبحان الله كنت رح نلبس نلبس جيلي هذا كنت لابسوه العمل يفات ومبعد كنت رح نلبسوه قلت يخامس هذا لبستوه العمل يفات يقولك هذا ما بدلش حويجو من العمل يفات ثم نجيب الحويج تاعي العمل يفات قلت ماذا ما رح نتكلم عن التغيير إذن لازم أصلا بدل حويجي لازم يبان بلي الكلام يكون جديد واللبسة تكون جديدة وانت لازم تكون جديد لأنه في هذه السنة هذا في هذه السنة صاروا عدة أحداث كي الناس نقول بلي كي الناس سمعونا والله العظيم غير هما في عداد الأموات لكن احنا نتكلم أيضا أمور إيجابية نقولك بلي كي الناس سمعونا وهم الآن من التائبين كي الناس سمعونا وهم الآن من التائبين الناس سمعت الكلام والآن أخونا زاكي ربي بارك فيه إن شاء الله يكون كذلك هولك الآن راه عينا عينا راه جالس معنا بش يحكي التدف الآن راه في تريق والحمد لله أربي العالمين إذن أنا نقول لك الآن رح نتكلم الآن عن التغيير فلماذا تغيير وعلش الإنسان لازم يتبدل وعلش الآن الإنسان لازم يتبدل لازم الإنسان يتغير في الحياة التي تتعوه تتغير في علاقتك مع ربيك تتغير في علاقتك مع والديك تتغير في العلاقة ديالك مع نفسك تتغير الآن في العلاقة ديالك مع عام مع جيرانك مع الناس مع أصحابك تتغير في علاقتك في جميع مجالات حياتك لماذا؟ لأننا نحن الآن نرون في شهر التغيير شهر هذا يا شهر الانطلاق الجديد لماذا؟ لأن كل شي تغير كل شي تغير الآن شوف الكون يتغير تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان هذه حاجة يتغير تصفد المرضة من الجن كين شهر واحد؟ هذا هو الشهر اللي تنربط فيه الشياطين إذن أنت إذا ما أنا ما أخذتش القرار ديالك فهذا الشهر وقتشح تأخذه إذا ما أخذتش أنت القرار ديالك فهذا المجلس اللي رك تسمع فيه هذا الكلام واختاش الآن تتبدل أنت إذلك الآن انظر إذن وحد القوة أيضاً راهي فيك قدرت أنت تتغير فيه ماذا؟ فيه عادة أديرها كل يوم كين واحد العادة؟ كل يوم أنت أديرها فجأة لأن أتغيرت أنت ما هي هذه العادة؟ وهذه العادة ضرورية كي ما أديرهاش ماشي ما أنت تقولي منزاعي جرسكي وجهك عينكي لا لا تموت لو كان ما تديرش هذا الأمر تموت إنت ت plumوت 335 يوم كل يوم وانت الصباح تستقاه هوا تفتر تستقاه هوا تتعشها تستقاه هوا تفتر تستقاه هوا تتعشها تستقاه هوا تفتر تستقاه هوا تتعشها وفجأة قضيت القرار فجأة فيك الخير وقدرت تضبط النفس ديالك ونط وانت الآن عندك قليل 15 ساعة و14 ساعة ما تاكورش حاجة ديالها كله مضرورية فكيفش نأمل أن هضروع المخديرات كيفش ركت تقول بالمخديرات جيتني صعيبة من قدر لهاش تقدر لها بإذن الله لأن الحاجة اللي لازم رك انت ما ذرتهاش ولذلك الإيسان يأخذ القرار لماذا يأخذ القرار من هذا المنطلق لماذا الإنسان يأخذ القرار في الحياة أولاً قيمة القرار بش تأخذ القرار هذا تعال الرجوع إلى الله بش تأخذ القرار هذا بش أنت تتوقف وتحبس من هذا العالم اللي عارك فيه أنا نقول لك أول حاجة لازم تفهمها قيمة القرار أول شيء وهي قيمة القرار الإنسان في الحياة يقدر ياخذ بزاف قرارات ياخذ عدة قرارات في حياته يقدر الإنسان يأخذ قرار بشي دير ريجيم وما يكملش ماشي مشكل عادي تقدر تعيس بلا ريجيم وتموت وما يصل على الكوانو تقدر تأخذ قرار تقول نولي ندير رياضة أو بعد تحبس وما تديرش رياضة ماشي مشكل تأخذ القرار بشي تولي تبزنس والدين ومعد لا لا تخدم في شركة ماشي مشكل لكن القرار تعال رجوع إلى الله ما فيه شبخية بشي تولي لربي ما فيهش نيكوسياسيون ما فيهش بانتلي لا لازم تولي لماذا؟ لأنه راح نروح لعنذ ربي كيف ستقابل ربك؟ على بلكم يوم القيامة من أسماء يوم القيامة ما هو؟ من أسماء يوم القيامة يوم التغابون يوم التغابون شمعت يوم التغابون؟ معنت هالناس يوم القيامة حتى الناس صالحين يعرفوا بلي كانوا في غبن تغبنوا تغبنوا حتى هذه اللحظات تغبنوا حتى الوقت الفارغ هذا الوقت الفارغ لم يقضواه في طاعة الله فكيف أن الإنسان كيف أن الإنسان يقاب الله ربي؟ كيف أن يقاب الله ربي؟ كيف أن يقاب الله ربي أنك بسبعين ألف لك تشريه تحبا سابقاً؟ كل يوم ما ربي تشريه حالك تأكل ثلاث حبات سماً مئتين ألف ومئتين ألف نضربها في شهرين ستملايين وفي العامر هي تنين وسبعين مليون وفي عشر سنين هي سبعمية وعشرين مليون يهي درهم كبار والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلا تزولا قاتبا عبديني يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وش هد الأربع؟ عن عموره فيما أثنى العمر ديالك لكن كين واحد الحاجة في العمر ديالك ضرورية وشنو هي؟ الشباب ولذلك جاء بعدها وعن شبابه فيما أمضاه يعني الشباب ديالك عاود الجبدانها من العمر من العمر ديالك زاد الله عز وجلح يزيد يستيك على فترة الشباب كيفش جوصها؟ كيفش جوص الشباب ديالك؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الناس ملقاتش واشتاكون الناس ملقاتش واشتاكوا الدكا نسمي لقطه الآن من المزابين وانت الآن تقدر يقول لك أنا تلقيت بإنسان كان عنده عنده الضوزة دياله يعني الجرعة دياله في النهار مليون شو رحل مليون نقدر سنقولها مليون 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 شو مليون ستصور قال لي مليون لا كل يوم يجيب مليون كل يوم يجيب مليون ستصور ثلاثين مليون ثلاثين مليون يبكي قال لي سلكني قال لي عيت كراهت النوت الصباح حياتي حبست أراني معلق نستنى غير وقتش نجيب هاديك لاصون كيفش نقدر نجيب الجرعة؟ شفت الإنسان هادي المال هادي المال هادي المال لي الإنسان ما يعطي ليش ربما قيبة دير فيه مالك باللي دير فيه مالك باللي دير فيه مالك باللي الفرق لميات فرق الضور ضور والله غير ستسأل عنه وعن علمه ماذا عمل به؟ شت الجلسات هادو مع؟ هذه الجلسات رنا نجلسه لن ترنا ترك تسمع الله عز وجل سيسألك عن هذا العل هذا العل ماذا عمل به؟ وإذلك الآن القرار القرار أنك ترجع إلى الله ما فيهش عبك عنده وحد خصائص من بين خصائص دياله أنه ما فيهش الوقف كيفش ما فيهش الوقف؟ معنتها معنتها اليوم اليوم تقدر اليوم هي آخر ليلة في حياتك شكور يقدر يضمن بل لي ماشي هذه آخر ليلة في حياتك واحد فينا ما يقدر يضمن كل حاجة الحصولة ثواني دي ليلة في قلبك أكو دي ليلة تكون في قلبكم وش أكتسمع؟ أكتسمع طق 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 والله الذي لا إله غيره ولكن يحبس طق تموت تتصور بل لي حياتك تبني على الطق طيات أنفاسك تتنفس ماذا حال من تكاين تنفيسها؟ كاين 4 ملايين و 36 مليون تنفيسها مثلا في العمر ديالك تلحق 4 ملايين و 36 مليون تنفيسها تموت 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 كاين واحد الإنسان واحد الإنسان يعني نعرفوه يخدم مع أخوه هذا الإنسان هذا يا تلوزياني طاز لك طاح من تم طاح كي طاح تحفق الرمل طاح فقر مل ما مات فكان جابوا الرمل من تنطح وسلك ومع تنقلب خبط قدار طاح فرمل ما مات وسلكوهم في ضروحه وقدار الحمد لله خرجت سلاماته زاد واحد زود سوايا فقط شراء قهوة شراء قهوة من القهوة هذا كانوا يخدمون بعد ودخل شراء القهوة شرب وجاء خارج كي جاء خارج أعطى تطنو بالمات علش ما مات ما زالوا جرعة قهوة شراء قهوة هذيك الرزق دياله ولا خراني ما زال يأكل يشرب هذيك الكوبة قهوة وتموت ولي ديل كل واحد فينا راه وجالس اللي هنا كل واحد فينا راه وجالس اللي هنا إلا 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 واللاثات تعلمت دياله بالدقيقة والثانية وبالنهار بكل حاجة كل حاجة فينا لو كان دو كديرو شر ونج بدلكم قاعدة إذا تروح بتاتموت نهار قدار نهار قدار كل واحد فينا الآن عنده تاريخة الموت دياله والبارح دفنه ولي للحومة ولي دي حومتنا ميش 17 سنة موته وراحة تطفاتلوا بسكينة قاسو رأوا العام في عداد الموتة شكون فينا الآن ما يعرفش ناس كانوا معنا هذا العام والعام اللي فات وهذا العام رأهم في عداد الموتة أرهم في حياتهم أخرى ولذلك الإنسان يجب يعرف بل قرار الرجوع إلى الله قرار أنك تتوقف ما فيش آني الخمم واقي نهار جمعا دوش فيه قرار أنه لازم تاخدوا ذوكا دوك لازم تاخدوا مدام جيت العام لي فاتو جيت هذا العام وركت سمع لازم تاخد القرار ديالك الأمر الثاني أنه قرار الرجوع إلى الله مش يختيالي قرار إجبالي لماذا؟ لأنه ربي خلقك في مهمة لما أنت الآن تخرج على المهمة اللي ربي خلقك عليها ولذلك نعيش وبالقنطة لذلك عدنا القنطة وطلقا نيسان يقولك ما نشملح لأنه أنت خرجت خرجت على الحاجة طوله بك تمشي مازوط أنتك تدي لها لسانس أربي قال لك هاي لك السعادة قال لك خلقنا ربي السماوات والأرض طلع عرسك نسمة وقال لعبت بلي هات سماوات بيخلقها على جالك عبت بلي غدو وكراوك نصبشت على جالك صخر الله عز وجل كل حاجة على جالك كل حاجة ربي صخرها شط العين هذية العين عينك إنت الآن عينك لو كان إنت باش دير عملية كان يقولك يا عاونو لي شحاب دير عملية شحاب 120 مليون باش يقولي لا لا باش يقولي شوف ضبابة برك انت رك تشوف مليح إذا حال درهم وشحال وانت تشوف مليح واذا تشوف النعم اللي رب يخلقنا ليعطاه لك الله عز وجل تحشر انك ما ركش تشكر الله عز وجل على هذه النعم بالعكس احنا مشيرا ننشكره ارانا نزيدو نفسده ارانا نفسده الفولون اشتلفونه العقل تعال العقل ربي هو ودي كرم به لإنسان رفعه للحيوان فرق بالحيوان ولإنسان هو العقل فهذا العقل هذا اللي رب يعطاه لك هو اللي يمشي الطنوبيل ديالك لما لإنسان دكاوشه ويضرب أو يضرب في العقل دياله يولي العقل دياله الآن يروح يفقد العقل دياله وما يعرفش وين راهو يمشي تالتا قرار الرجوع إلى الله كل واحد فينا الآن كل واحد فينا لو كانت تكون عنده مشكلة معكش إنسان كن عنده مشكلة معكش إنسان باش نقدروا ونعودوا وننجيوا بيناتهم حكاية تروح تهضر معها داك وبعد تجي منا وحنا رانا في مجالة الصلح صلحنا وصلحنا وصلحنا وكاين عدة صلح ما نجحناش فيه أهضرنا بسوايا مش يقال آشي طهر يا عفيا محمد فريسي يا عفيا أه ويفريها من فريها آش نفريها بإذن الله لكن إذا أراد الله عز وجل أن لا يوفق الأمر ما يتوفقش وكذلك من الأبر والله ما تتوفق لكن شوفوا العلاقة مع عربي حبيت تولي اليوم اليوم حبيت تولي عندك حب سارك في جيبك عندك ترفز الله في جيبك وانت المصليت أكحب تولي أنت تولي الله عز وجل والله يغل قارر سهل قارر سهل دوك تاخده كيفش أربيح يستقبلك الآن لو كانت توب لله عز وجل دوك الآن تعلن توبة ديالك لله ترارك وتعالى أربيه يستقبلك كما قالنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي وحد الإنسان يمشي في جمل عنده جمل بدأ يجري موراها ربله أي قناة بالموت شف بل يرح يموت قالت نرقب يرقبت على الموت هذا الإنسان رح يموت وإذ به الجمل دياله يلقى فوق رأسه يلقى هذا الجمل دياله يلقى فوق رأسه صور من الفرحة دياله وش دار من الفرحة دياله ماذا فعل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك كفر من شدة الفرحة ولذلك الإنسان شوف الله عز وجل أن ينتظرك ديالخطوة تلولة فقط إذا تقرب إلي عبدي شبر تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني بشي أتيته هرولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سنعه الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن شوف ولا إن شوفوا النتيجة تقرب من ربي شوفوا المشاكل ديالك إلي كي يدوبوا قالك ولا إن سألني لأعطي لنا ولا أني استعدني لأعيد لنا خلاص أم ما عندكش مشاكل آيا ريبيح خلاص أت مغموم أرحت المخدرات فريتها بالمخدرات مش حال أنت في المخدرات عام فريتها لا لا زادوا علي المشاكل نزيد لك عام وحد أخر آيا زيد عام من عندي تلاقينا على العام الجاي فريكها ما زال ما فريتها نزيد لك عام والله ما راح تريع خذ القرار ديالك وتلقى البيب كاش يتفتحونك تفتح لك أبواب والخير الأمر التالي خذ القرار الآن شو القرار هدايا خذوا الآن وما تسوفش شو معنتها ما تسوفش ما تبدأش تقول أصبر أصبر عندي شغالات ومشي سهلة وصبر أصبر حتى نلقى خدمة حتى نلقى كذا حتى نلقى كذا بالعكس خذ القرار الآن والآن ونحن في شهري الخير والبركة خذ القرار الآن باش تولي الله عز وجل ما تماطرش لأن ولك فيه وحد الفرصة الشخنة راي عندك دوك هاد الشخنة هادية إذا انت ما استثمرت هاش إذا انت ما استثمرت هاد الشخنة راي فيك تغيير أنك انت تغيير وحنا في رمضان شوفوا الخير ليجي في رمضان فجأة قلي بقع نسته فجأة المسجل يتعمره فجأة النست وليتمكر المنكر هاد المجلس وكان يديره بعد رمضان بلك ما يجيش هاد الغاشم يجو شوية لكن شوف الخير انت هاد الخير قاعد يرق فيه والناس يلي يجتمع ورانا في رمضان ورانا مقبلين على ليلة القدر ولله يعطي قاوم من النار هادا قاعد وراك تفكر اذا دو خذ القرار لأنه كاين واحد الحوار صعيب بزاف بتاع الشيطان هاد الحوار الداتي الحوار الداخلي شو الهضر ليهضر هالك الشيطان يبدأ يقول لا 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 على باله هذا ما على باله وشوش كاين انا جبنا لكم واحد يا سيدي على باله وشوش كاين هو داق انا ما دف هاولي اخونا زاكي داق وراح يقول نفي بدي ان انا دقت بالك كتر من اللي دقت انتاين انا اني حج عليك امام الله انا اني حج ما تشح بتحبس انتا ما تشح بتحبس لكن تقدر تحبس مدام مشغل هو العديد من الناس والشيخ الله كين نقول ارانا حصي بعض الحالات ارانا فيتين كيتمئة حالة تا شاباب تلاقينا بهم كين شاباب اربي اكرمنا ارحنا لو الشيخ من العمر هذا العام يعني اكرمنا انو تلاقينا بنس في الحال في العمر تلاقينا بنا تلاقينا بانس انس تلاقي بشيخ حمزاء لقاه بوحد السلم نحيا وطميس اراه يحفظ القرآن وين في مأس مكة اراح وسجل فيه معهد وراه يحفظ القرآن حالبك وش قالوا قالوا يا شيخ قالوا هنا يحضرت لكم العمل في دراريا وسبحان الله ربي قدرت انو كانت في دراريا قالوا نحضرت لكم في دراريا ورقلت صغيرة كيفاش كان لا كوست لا بس قالوا هذا هو قالوا منتن الحمد لله ربي يتابع لي وبعد قررت بني لازم نعود نصلاح حياتي سيد روي يحفظ القرآن يقدر العمل جاي لو العمل جاي يجي هو يقول يدين ونحضر له نحن نحضر له شفك الخير روي عندك خير كبير ما تخليش لك الان شيطان يبدأ يسلسلك ويقول لك لا لا أصبر ما زالك صغير لا 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 خذ القرار الان خذ القرار الامر التالت عرفت قيمة القرار خديت القرار قلت والله غني حبس كين واحد الحاجة لازم تكون وشنو هي الصدق الصدق والتضحية لازم تضحي والله شوف جميع ما جابل تروح الناس يدير يرادراهم ماشي هاد في الحلال في الحلال ماشي ينوضع الخمسة تعصباح تقدر تلاقب واحد تنوضع نوبيل ماركة ويقول ليه يكرر ما عليش هاد كان يرح للصوق هاد كان ينوضع ثلاثة تعصباح ويرح للصوق وكان صالح ودار وطبطب طبطب طبطب أربي يفتح البيبان بسرح هذا الانسان وحد الوقت انت ترقض ولازم نضيق قيلولة وتنوضع العشرة بذوب ليتعقاه ودير عشرة كيلو جال في شعرك وانا ما نقضع وليد البلاد وتعرف الحيات شي لكن هاد الانسان كان يغبر وكان كادم فضح رب يعطانه في جميع المجالات في العبادات في جميع المجالات ولذلك إذاك حبي تتخلى حبي تسق روحك لازم تضحي وش الضحي الضحي الحياة لك عيشها ما هي الأسباب كي نعيب أن نقل نظر معاهم نتعرف نحبسهم صحي يا شيخ معا من نظر دور معا روحك دور معا الحياة أحتدخل في الإختائب على بالي أحتدخل في الهلويس قلت كنت تناول المهلويسات سيفي تاكس لإكستازين هادو قاعدين له الهلويسات وتقعد تسمع متى في الأصوات البارح مبارح كمني واحد صلي معنا وما شاء الله وإذا قال لي يا شيخ أراني يسمع في الأصوات أراني يجي ساعات يحسر يقول ماني عايش زعما أراني هذا يسموه تبدو دلواقع يعني كين يسموه الأطار انسحابية يعني كين حوائج يصر وك قيت بدأ هذا الجانب المخضر يبدأ يجبط علش لأن نبدأ نجبط فيك أرح نكره لك حياتك وانت تقول لولادة القنطة هات برك أروح انت غير تروح تليح لكن انت تشد تشد والله غير كل ش رح يروح كل الاكتئاب وعدم النوم والأرق ما ترقوش ايه ما ترقوش انسحاني خيف الموت موت كيف انت مخفش موت أفردوز خفت موت وانت في سبيل الله موت في سبيل الله موت كل حاجة تصر عليك لماذا لأنه رجعت الى الله ربي رقي جازك سيعوذك الله خير الأمر الرابع وهو الصبر نازم تصبر تصبر ما شيء سهل ما شيء سهل خديت القرار ديالك ومعد انت تقدر تصبر على صحاب تقدر تصبر على عباد تقدر الناس يتهضر عليك ذوك ماتل انخونة زاكي كان فيه تريق وذوكار وفي تريق الناس تهضر عليه يقول لك زعمك هذا زعمك جبر ذروحه ذوك تشوف ذوك يعود يروح كاي الناس الناس هذروا معي قال لي ولو كان يعود يروح فيها كيفش جبته معاكم المينص قل لي وحنا لو كان نروح وحنا فيها شكل يراه هو ضامن قال له يروح فيها هو حنا هما يام قلب القلوب ثبت قلبي على دينك لو كان يروح فيها نعاودون ونصحه وكي عاودي ولي نعاودون ونجيبوه ونقعدوها غداية علاش وذلك الانسان ما يخليش الشيطان الآن يقعد يجبت فيه وبعد يحب يدخل الجناة بالفتات بالفتات في كل حاجة ما نضحيه ما كان لا تضحية لواني يعني الصحابة والقيصص تحب هذو التضحيات كانوا شو لا صحابة وانت بشح تخل الجناة هاي خلاص انت هذا بتخذ في العالم كنت عادي تخذ في علم المخديرك حبيت جبد روح كيفش هك حاب جبد روحك ما كاشر إليش بدون آلم ديرها ملح في با إليك حاب تجبد وتشوف باللي لا لا أنا كين جبد عادي ما تحس ولو ما كاش منها تجبد راح تحس وكين آطار ورح تعاني والناس تهضر عليك ويقول لك خواف ويقول لك ومعد ما تلقاش معا من الضور وتقدر وقد يصار الابتلاءات تصل بيا مقبيل واحد من الناس اللي الحمد لله تابت وحسوا انتزامهم دار عاملية وكذا وبعد تتصل بيا عبك من الابتلاءات بتاعه بسكين انه كيف دار شهرين من بعد جاءوا العباد في ترق تاريكا فيها ضربوه ومحبش ومحبش يخلف لي انه دقتلهم كيف يجبد ومعد بعدها اربع شهر سرقوا له موتوا موتوا كبير الله يبارك سرقوا هالوين في الفجر جاء صلى في المسجد سرقوا له الموتوا قال لي هذا قع صيرا صيرا باش انعو بن رشيتي بسحول الله ما رشيتي دكا اراه في خير كبير شراضار وكذا وزيد قال يحوسلي على زوجة والله انحوسلو على زوجة بإذن الله علش لانه رهو في تلقى منها ومشيد واحد اللي يتوب يقول يحوسي على زوجة اخر شي اخر شي يا اخوان اتصور 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 وانت الان في عمرك انخير وكاش سن في عمرك 25 وعشرين سنة في عمرك 30 سنة انت الان كينزوج عبادة حتى تلاقى بهم كين واحد الانسان اللي اخدر قارار ذوك يقول لك صح وين هي ريحة حييت على بالك كارحة حياتي صماطة حبها اقدر نوض حول سعليها بعد تشوف غدوة صبح كيف غير غدوة وانيا هايش هدي حياتي نسيتبشي نسيتروح نسيتعب ضربي نسيتدير دراهم ولا نقاعد غير واش دبرت اليوم كيفاش نديرو يا دا سلي في اليوم بعدما تجعلك بعدما تسرقين ما سرق بابا بعد كل حبس انا عيدت ما دي معيشة فجأة خلاص خديت القرار خديت القرار بديت تصف بديت تشكي تنور بديت الناس بديت الرزق يتحليك ومن يتقن له يجعلهما خرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب اربي يبدأ يعوضك خير لانه انا ما نقدرش انا جيت قولي ان قال خدمة وانت هاتبو انا ما نشوف لك انخاف قال مخديرك والله ما نقدرش نشوف لك لكن لما النار دولة لا يحراب الرزق بيد ذنب يصيبه شو المعصية تحرمك الرزق طاعات جيب لك الرزق فلما انتقل طحياتك تبدلت تلقى رجل الحمد لله بديت الاخر ومع الخالي يأيط لك يقول لك روح اي كينا خدمة تلقى رجل خدمت عامين ثلاثة أربعة وبعد تلقى رجل تزوج وبعدها تزوج دلالي نديرها نحب في الخمسة ووربعين سنة اي خمسة ووربعين سنة عند زوج دلالي واحد روح يجوز السيزيان ونو خرر كذا خلاص أنا حبسنا لهم قلنا بالإله لأنت أنت ماختيش القرار قعد تقول بالإله لأو ماشي سهلة والبلاد والظروف والحالة ماشي سهلة وبديت شيطان يشبه لك يشبه لك باش انتقعد وين راك خلاص قعد تكيما راك وبديت تناول والضوزات زادت وبديت تزيل وبعد بدت الحالة تضيق عليه وبعد بدت تكبر سنانك طاحو وبديت تنمدبن وبديت كذا وبديت تطلع ورق طالع 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 وبعد حياتك وبعد تلقى وليد اختك تلقى هتزوج وليد اختك لين كنت تلعب معه تلقى هتزوج دار الضار وولاد الحومة وكذا وانت في عمر 5 أو 40 سنة قاعد في لي بارو وكذا كاره وعلى بكشفشاك في الدير وبدأوا عينيك ما تشوفش مليح ورجيليك خلاص ما تقضيش تمشي اتصور بلي انت انت تعود تتلقى بروح شتتلقى بروحك انتايا المليح هذك اللي ماشي مليح عود تتلقى بالمليح عود تتلقى بروح وقالوا شكو انتا قالوا انا انتايا لو كنس قمت روحك هاوليك وليدي اكتشو وليدي هاوليك او حيجو السيزيان ويذلك الان وانترك واخف خير اي الانسان تريد ان تكون خير شكون انتايا شكونك حب تكون بمجرد ما تاخد القرار ديالك في الرجوع الى الله والكف عن هذه الحياة قال ومن اعرض عن ذكري فالله معيشة ضنكة ضيقة تعيش ضيق تعيش كرم ويذلك الرجوع الى الله والله غرح تعيش سعادة وربي رح يفتح عليك ورح يسأدك ورح تفرح وتفرح روحك وتفرح والديك وتفرح الناس ليراهم قدامك خلي الناس تحبك ما تخليش الناس تخافك ما تديش في بالك بللي الناس هم يحترموك لانه كاي الناس يحترموك هاتش هم خايفينك لكن لما الناس تحبك تلقى الله عز وجل هو الذي يقذف القابولة في حياتك فنسأل الله عز وجل ان يوفقنا للتوبة واربي يوفقنا للتوبة ويهدي شبابنا ان شاء الله بإذن الله كما اجتمعنا في هذا المجلس نجتمع ان شاء الله في جنته ومستقر رحمته وبارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إخواني الكرام مرحبا بكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم ويثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته إخواني الكرام نبدأ من حيث انتهى الشيخ الشيخ محمد جزاه الله خيرا انتهى بكلمة وهي أنت في ربعا من تكون وأنا أبدأ لكم بسؤال ما الفرق بين الإنسان المطيع المتدين والإنسان العاصي المنحرف وش الفرق بيناتهم ربي سبحانه وتعالى وش قال لنا في الحياة قال لنا بالك تغلق بالك تغلق دير في بالك باللي انت تعيش بالمعاصي تاعك كما يعيش إنسان يطيح الله مش كيف كيف شوفوا شي يقول ربي سبحانه وتعالى أم نجعل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم يعني يا ربي قال لك شو ش قالت في الآية هذه قال لك هذك الناس اللي رأهم يجيروا في المعاصي عن بالهم شو الحياتهم وطريقة الموت انتاحهم والعاقبة انتاحهم رح تكون كما الناس اللي طاعوا الله سبحانه وتعالى أبدا مش كيف كيف ودو كنشوف أنا وانت يعيشوا الناس هدو كيف كيف ولا لا لا وربي سبحانه وتعالى وش قال قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجاء مستحيل مش كيف كيف وقال الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط المستقيم مش كيف كيف ما هو مش كيف كيف أبدا هذا عنده حيات وهذا عنده حيات هذا عنده طريقة يموت بها وهذا إنسان عنده طريقة يموت بها لازم هكذا تفهم ما تقول شخص قعنا انWAY نتنفسوا كيف كيف قعنا نأكلون نشربون كما ذاك نروحوا الجامع كما أنا يا راني في طريق الهاوية رانك قعنا نكلوا نرقدو نأكلو نضو ونتنفسو ونشربو عادي كامل كيف كيف ربي قال لك أبدا عمرهم يكونوا كيف كيف شوف ربي سبحانه وتعالى في الآيات هذه شوف نعطيك مثال من حيث الطاعة المتدين سمعنا وأطعنا المتدين مباشرة سمعنا وأطعنا غير يقول له ربي أرواح يجي غير يقول له ربي افعل يفعل يقول له ربي ما يديرش ما يديرش غير يسمح حي على الصلاة حي على الفلح يروح أدو المتدين والمنحرف المنحرف متولي عن الله عاصي لله سبحانه وتعالى يقول سمعنا وأعصينا قدوته في ذلك اليهود الآن شوف من حيث من حيث العلاقة مع الله العلاقة مع الله المتدين دائما في ذلك الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه عنده خدمة ويخدم فيها هذا المتدين عنده حاجة ويجير فيها وشن هي أو يتقرب من الله والإنسان الثاني العاصي وشن هو؟ هو عبارة عن إنسان قال الله عز وجل عنه أسرفوه على أنفسهم بعد راحوا بعدوا على ربي سبحانه وتعالى شوف الآن من حيث ماذا؟ الحياة القلبية والسعادة والتعاسى الإنسان الذي هو يعيش في طاعة الله عبد قال الله عز وجل عنه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شوف ربي وش قاله؟ فلنحيينه حياة طيبة يعيش سعادة وقال ربي في المقابل قال يعني عن المؤمنين كذلك قال وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يعطيك طمأنينة مكلات راح تعمل راسك بش تترتاح طمأنينة بعيد عن وسوسها بعيد عن كل هاجس في نفسياتك وبعيد عن كل قلق والأمر الثاني أي أن يروحوا عند الإنسان العاصي كيفاش روي يعيش الحياة القلبية تعود؟ روي يعيش برة شوفوا يتحرك شوفوا يحب يضحك شوفوا يقصر والله ما يسعد قلبه قلبه مستحيل ويضحك قلبه دائما مغلوق دائما عنده حجرة يتنون فيه ولذلك ربي وشقا للنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له ما عيش تنظنك شوفت بناتهم الحياة القلبية والسعادة هذره في السعادة وهذره في تعاسى روحوا شوفوا الحياة البدنية الحياة البدنية أنا أقول لك الحياة البدنية من حيث الشكل كيف كيف ومن حيث الباطن مش كيف كيف شوف إنسان يقدر يكون متدين ويكون صحيح يعطي له ربي الصحة والعافية ويسخر هذه الصحة والعافية قاف طاعة الله وتعتبر هذه الصحة والعافية عبارة عن نعمة شكرها الإنسان المتدين وأما الصحة والعافية عند إنسان مش متدين فاسق عاصي بعيد على الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن عملية استدراج نعمة قال الله سبحانه وتعالى عنها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الآن متدين يمرض تكون له طهارة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهورا إن شاء الله وإنسان عاصي يمرض تكون له من الله عز وجل إشارة مش طهارة لذلك الإنسان غالبا الآن لذلك الإنسان ممكن يعيش متدين ويصيب الأمراض ويكون في نعمة وإنسان مش متدين يصيب الأمراض هذه الأمراض إنما هي ذكرى من الله أو قد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى أو دعوة إنسان ره سرقه ولا ظلم ولا دار لك إش حاجة ولا سب الله ولا فعل أي حاجة الله عز وجل يعطيه بعضا من الذنوب يذيقه لعلهم يرجعون كما قال الله سبحانه وتعالى ذيقهم بسيئات ما عاملوا الآن من حيث العلاقات العامة العلاقات العامة العلاقات العامة تشوف بعض الناس متدينين وش يدير يفكر دائما مع والديه أنه يبرد دائما والديه مهما كان أنا أعيطوني ناس اليوم صباح باللي الأم انتحم والوالد انتحم يعني والقاول ويلات من أمه ومع ذلك يقولوا إحنا سامعنا وأطعنا هذه الأم هذه الأم وش فعلت فينا دارتنا وعملتنا وسبتنا ودرتنا 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 دراهمنا ولكن مع الله خاروشي يقول لك يا شيخ أعطيني حاجة وش ما تدخنيش من نار نبقى نطيحة نبقى نطيحة مش مشكلة شوف الآن متدين يحرص على علاقتهم عامل مع الناس ربي يجعلهم سببا في دخوله إلى الجنة أو النار الوالدين يعني المتدين دائما حارس على العلاقات انتعوا علاقتهم مع من مع ذوي الحقوق من هم ذوي الحقوق الأرحام انتعوا عموهم أخوان أولاد عمو أولاد خالو أولاد خوه أولاد خطو علاقته مع الجيران اللي وصى عليها ربي سبحانه وتعالى والجاري دي الجنوب والصاحبي بالجم علاقته مع أصحابه الوفاء بالعهد الأمانة هذه علاقات المتدين يحرص عليها أروح مع بحتى إنسان عنده مصلحته الآنية ماشي المستقبلية الآنية ضرق ضرق أنه يفعل أي حاجة يقدر يسرق يمه يقدر يغضبها يقدر بابه يموت كريس كاردياك منه على سبته هو يقدر الإنسان هذا يسرق جاره يقدر الإنسان يخسرها يكفر بربي عز وجل جيران كما تدعي إليه وهو يخسر أمام جيران يقدر الإنسان هذا يا سرق شحل من جار ويقدر أنه يقول لك كم من واحد إنسان مجرم في دارهم والله العظيم غير هو السبب أنه الناس العيلة تلعهم يجيش الزور دارهم على جاله هو ما يقدروش لأنه ما فيش الآمن هذا الإنسان هذا شوف العلاقة عن الإنسان متدين كيفاش تحسنت والعلاقة عن الإنسان منحرف كيفاش خسرت وخابت وكأنشوفوا من ناحية المادية من ناحية المادية من حيث الرزق من حيث الماطريال كما قولوا إحنا إنسان متدين ربي سبحانه وتعالى يجعله أغنى الناس ولو ما عندوش ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس مش ملتا أغنى الناس هو إنسان لي من طلش عليه دين الناس يعطيه ربي ويرضى بما قسم الله له يرضى قاء راضي بما قسم الله له ممكن يكون غني في العدد فيغنيه الله في قلبه وممكن يكون فاقير في العدد فيغنيه الله في قلبه إذن وش سبب الغنى تاعه هو إيمانه ورضاه بما قسم الله له الحاجة الثانية روح الإنسان الإنسان المنحرف الذي لا يطيع الله العاصي ليراه بعيد على الله تارك الصلاة هذا كل إنسان هذاك لا يبالي أصلا حلال أو حرام ويكون مهموش حتى ولو كل الحلال ما رحش يبارك لله فيه لماذا روح بعيد على الله تصور إنسان لا يركع لله وإذا قيل لهم مركعوا لا يركعون إبارك له ربي لا بركة لفي الأولاد ولا بركة لفي الرزق ولا بركة لفي أي شيء قل لك على شوف ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف أذكرنا الله أذكرنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الناس زجولات صغار احفظ لهم ربي عزوج الرزق هم بماذا قال وكان أبوهما صالحة ديره منيح في بالك بل ينتكي تكون إنسان عاصي رح تفسد حتى من دريتك اللي رح تجي معك رح ما يقدروش يقولوا هذا هو بابانا ما يقدروش يقولوا هذا أمر هذا لماذا يسحوا منهم يقولك هذاك بابانا ولينا هاد الأيام وشنا نديروه رانا نروح ونشكوه للولاد من باباهم يروح يشكيقوا له باباكم ماذا يقولك وش نديروا له هذا على الكبر شعروا شاب كبر في الفاسد قعد فاسد إذن حتى من ناحية المادية حتى البارثة تعريست لماذا لأن هذا الإنسان ربعيد عن الله سبحانه وتعالى إذن أمر آخر يعني من حيث الخاتمة نقارنوا بنتهم من حيث الخاتمة إنسان متدين وإنسان مش متدين شوف المتدين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حياتهم قاموا استقيمين على طاعة الله في وقت الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأنا أقول لك هذه الحاجة شكتو وش تكرت لكم كامل اللولين هذا هو ما اللولين العنوان تحهم كامل هذه الخاتمة هي الصح وش رح يختم لي ربي لي وليك نسأل الله يختم لنا بالحسنة الخاتمة هي عنوان النجاح أو هي عنوان الفسد كيفش ربي رح يختم لك تعرف وش قال ربي قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادل أقول لك وش قال ربي قال إن الذين آمنوا الذين آمنوا تتوفاهم الملائكة تتوفاهم الملائكة وش تقولهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عبوك شمع أنت هذه مع أنت أنت كنت تموت وش نيا هي بداية الحياة الأخراوية بداية الآخرة وبعد كان عندك مراحل تروح للقبر ويسألك وبعد تعيش في القبر إما في ناعيم وإما في عذاب ومن بعد يوم القيامة يعود ربي يبعتك ومن بعد توقف بين يدي الله ومن بعد ربي يحسبك يعني كين مراحل ومن بعد الصيراط ومن بعد الجسر ومن بعد بش تلحق للجنة ولا النار هذه كامل تخيل أنت كي تبدأ تموت أكت سنة في طريقة طويلة بش تلحق أنت في البداية جاءوا لك شكون الملائكة وخبروك قالوا لك على بالك وش يقول سنة فيك أراكم أهل الجنة أرتاح تسمى من البداية أنت كي تبدأ تموت تبدأ الحياة الأخراوية تبدأها بالبشرة هذا الإنسان من؟ المتدين أتصور كل واحد متدين كي يكون يموت الملائكة تجي عنده تقول له ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادوا والديه ولاده يمه أخوتاته خوته قايب كين قدامه وهو رفعال وحد آخر هو من الناس جاءت له وجابت له البشرة من عند الله نسأل الله من فضله العظيم هذا الإنسان أنا أقول لك حاجة أقسمه بالله غير أفضل لحظة في حياته وهو يموت وإحنا عندنا بالنسبة لنا مسكين مات هو أفضل لحظة أنه يبشر بالجنة شتور رسول عليه الصلاة والسلام كي كان يموت بنته وش قالت له شافته يعرق ويدخل يده في ركوة من ماء ويبلل ويقول لا إله إلا الله إن للموت لا سكرت بنته غاضها وش قالت قالت وكر بأبتح قال تشوف يا بابا وش رو يصر فيه مسكين وش قالها النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع هذه الحياة اللي كنت نحكي لك عليها تعال إنسان متدين كان مبشر بالجنة كان يقول بل الرفيق الأعلى وش قالها النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيكي بعد اليوم منه وروح غير راحة ما كيش مشاكل كيش مصائب كيش فقر ما كيش مرض ما كين والو منه وروح غير راحة هذا هو المتدين المتدين كيموت يرتاح والآخر شكون شكون الآخر العاصي عبك العاصي كيكون يموت الذين تتوفهم الملائكة الظالمين أنفسهم يموتهم الظالمين أنفسهم بالمعاصل خاصة اللي يموت تخيّى أنه هو سكران يموته ويصب في ربي يموته وعاصي الله عز وجل يموته ويتقاتل على جل طلاله يموته ويتقاتل في الملاهي الناس يتموت هكذا يموت الناس تخيّل الذين تتوفهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم وقال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فألقوا إليه مسلمة ما كنا نعمل من سوء يعني خلاص ومبعدها التفرت الحالة خلاص ومبعدها في النهاية المقارنة الأخيرة ما هي عاقبة المتدين الجنة وعاقبة الإنسان العاصي هي النار كما قال الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير إذن أنت الآن من هذه البداية أنا أقول لك وش من الطريق تختار شوفوا كي تختار هذا الطريق قال لك ربي أنا ما رحش نمد لحياة نفس الحياة هذا وهذا وما رحش نعطي لهم طريقة الموت نفسهم وما رحش نعطي لهم نفس العاقبة هذا هيطرقوا رهي بينه وهذا هيطرقوا رهي بينه أن تدخير والله أنت تدخير ربي عزوجل قال إنها ديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أنت تدخير أنت ربي يوريلك الطريق وقال لك شوف تعيش طريق هذه هاي وين تخرجك وتعيش طريق هذه هاي وين تخرجك إذن أنا أقول لك أحد الحاجة اسمع هذه الوصايا باختصار وكما يقولوا إحنا يا بفلاشات كما يقولوا واختطاعة إن شاء الله أول حاجة لازم تعرف يا إخي الكريم أن فترة العمر قصيرة وفترة الشباب أقصر منها فترة الشباب أقصر منها إحنا وشراء من فصل غدوى إن شاء الله يدخل الربيع غدوى إن شاء الله يدخل الربيع بل الآن يدخل الربيع في منتصف الليل تدخل فصل الربيع فصل الربيع إحنا بلادنا معروفة بربعة فصول لا 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 أربعة فصول شوف أقصر فصل هو الربيع هاكذا الشباب هدوه الشباب أقصر حاجة هي مرحلة الشباب على بلكم إخواني الكرام أن الدنيا زائلة وتعرفوا شهن هو ليزول أسرع فيها هو هذه المرحلة التي رأت فيها انتايا مرحلة شبيبة ربيع الزوجة قال الله الذي خلقكم من ضعف وانت صغير ضعيف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة إذن وش المرحلة اللي يتمناها الصغير ويبكي عليها الكبير هي مرحلة شباب كنت صغير انتايا كنت تقول أنا كين كبر كين كبر نولي كين كبر ندير كين كبر ندير وبعدها كبرت ومدرت وغضبت الناس وفست تحياتك وبعدها كيكبرت راحت مشات وبعدها تكسل ظهرك وطاح وحواجبك وتقوست وبعدها وليت ما تقدرش وتوجعك ركبتك وما تقدرش تمشي الجامع وما تقدر تقير والو وما تقدرش تقرأ وعينك ما تشوفش مليح وما تقدرش تشد المصحف وليت تبكي تقول يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي سمت وليت تتحصر على الشباب إذا نشوف الشباب هي مرحلة ذهبية يتمناها الصغير ويبكي عليها الكبير والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا واحدة الكلمة اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس عليكم ماذا يبدأ شبابك قبل هرمك أول حاجة شبابك قبل هرمك الآن وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك الآن وصحتك قبل سقمك وقال النبي عليه الصلاة والسلام وعمورك قبل وحياتك قبل موتك مدامك حي عندك فرصة مدامك يا شاب عندك فرصة الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال قال وشاب نشأ في طاعة الله كلمة جميلة كلمة شوف هذا الحديث يقول العلماء هو الحديث الذي يدغضغ مشاعر الشباب هذا الحديث سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حنا يوم القيامة أربي يحشرنا حفات عرق وهذيك الحشر ما عندنا والو قرعة لا متهزاش في يدك ما عندك والو ما تقدرش تغطي رأسك تنزل علينا الشمس على رؤوسنا سخانة عجيبة ما يقدرش الإنسان يسيروا الناس بالعرق الناس يقولوا يعوموا في العرق من كثرة الذنوب تعرف هذا الوقت هذاك يا إخواني كيران عبوك شو نحتاجه إحنا الظل شو كون يعطي لهم ربي الظل كين نوع من الناس يعطي لهم ربي الظل وشاب نشأ في طاعة الله يعني كين نس كم يقول إحنا سينكسيوني غير بعض الناس رح يعيشوا شغل فيايف في ذلك النهار من بينهم شاب نشأ في طاعة الله عبلكم أنا جمعت هذا الحديث كيف شرحته قلت وشن هو العامل عليه السبعة هذو ما كامل فيه سبعة برك على وشن يتشابه السبعة هذو ما تضحيهم شو أكتمد حاجة ثامينة بزاف ربي يسوها تعالى يعني كتقول لهم انت كي تكون انت متدين في وقت الشاب او شف تقول او تقول ربي يشوف أنا نرمامو وني نزها بس عمح بيش نزها على جالك نرمامو أنا يا راني ديش حال من علاقة غير شرعية راني نتمتع بالبنات بس عمح بيش ندير ولم ألمس امرأة لا تحلوا لي من أجلك يا الله أنا نرمامو راني نعمر فيه راسي بس عمح بيش نعمر راسي ونقول لك على من أجلك يا الله أنا الآن نرمامو راني ندير بزاف عفايس راني رح نحوس وما يهمنيش ندخل الملاهين ندخل الأماكن مشبوهة ندخل شحاب بلاسة بس عمح بيش ندخلهم شحال من حاجة احنا راني نحرومين منها شحال حاجة ما دخلنا هاش شحال حاجة ما رحنا لهاش لا فيها لغنى فيها فتنط يجو عندك نسى يجو كذا ما نحبوش علاش لأننا نخاف والله شفت انت على شحال من حاجة ما دخلتهاش شحال من حاجة ما عملتهاش شحال من حاجة ما مسيتهاش شحال من حاجة ما شربتهاش من أجل من من أجل من من أجل الله سبحانه وتعالى وشبابك عبقشة ويدير لك عندك قوة كبيرة ومتشاب يدخلك رح دير روح أعمل روح لأنك أنت لك تحس روحك القوية كامل في الدنيا اللي يرام صغار عليك ضعاف عليك واللي يرام كبار عليك ضعاف عليك أنت هو القوي ومع ذلك ما شاء الله شديت نفسك ومشيت البيت الله وقاطعت الله وخليت هذه الشبيبة كاملة من أجل من الله إذن أنت ضحيت تستاهل يوم القيامة أن الله عز وجل يقول لك أنت أرواح ويظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إذن أخواني الكرام تكلمنا قلنا وش قلنا قلنا أن الإنسان وش رح يدير الشت الشبيبة تاعك أنت يا رح تستثمرها وش رح تدير رح تقول أنا وش عندي حاجة غالية كامل في حياتي الحاجة الغالية أنني أنا مرحلة شباب عندي ثلاثة مراحلة في حياتي من ضعف كنت صغير صعبي ما زلني ضعيف سمع مشي هدية المرحلة المرحلة التانية وشن هي مرحلة شباب مرحلة شباب هي أقوى مرحلة تكون قوي في الذكاء بتاعك في الذكيرة في البدن في كل ش كل ش فيه مليح وكي مرحلة والثالتة وشن هي هي الضعف والشيبة خلاص ما بديت شي بديت فرطس بديت التطيح بديت تتقوس مبدאת الأمراض مبدאת كدة الآن هذي كالمرحلة ماشي هي إذن شكونش شابة كامل بتاع الشباب إذن أنا وش نخير نخير المرحلة هذي تاع الشبيبة اللي هي القوية كاملة أنا نضحي بها في سبيل الله تبارك وتعالى وش معلتها نضحي بها مش معلتها راح تعيش حياتك ابدا راح تعيش وتحوس وتاكل وتشرب وتلعب وتضحك ولكن في اطار الحلال وتعيشها حلوة والله غير احلى ما تكون واحلى ما تتصور لان الحياة الظلمة لكن تجربها وتعرفها وش تسوى كامل الضحكة اللي فيها مزيفة والمكلة اللي فيها ممحوقة والرزق انتحها لبركة فيه والحياة انتحها لا وقت له يعني انسان عيش واحدة الاحيات ليلو كينهارو والايام كلها تتشابه ولا جديدة في كل وقت ما كاش جديد دايما عايش الانسان في مرحلة نسأل الله سلامة والعافية الحاجة الثانية عليك بالحلال ما تقدرش التوب وانت توكل في الحرام ما تقدرش التوب وتعيش حياة طيبة ولا تعمل صالحة وانت متغذي بالحرام النبي عليه الصلاة والسلام قالنا ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا ايها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يعني ما تقدرش تدير الصالحات وانت يا رك تعمل تأكل في الحرام لازم تحل المالك ما زيش تأكل الحرام باش تقدر التوب شحال من إنسان يجي يقول يا أنا ما قدتش توب هو ما زال يسرق ما زال يأكل ما زال يبيع في المخدرات ما كيفش يستأجب لك الله وانت أكتأكل في الحرام عباكو موش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إنه لن يربو لحم من حرام من سحب إلا وكانت النار أولى به قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كاش ما كاش الحم يتربى بالحرام إلا ونزم يروح يدخل جهنم وفي رواية لا يدخل الجنة لحم رابا تربى تربى من حرام واحد يوكل في الحرام كيفش يتوب كيفها ما يقدرش يقول يا ربي تبعي ما يسمع لوش ربي يسمعها تعالى لأنه دراهم حرام وباش يخدم الصالحات باش يحبي يدير حاجة أحلال ويصلي ويتوب إلى الله ما يقدرش خاش دراهم حرام تحلل من المحارم رجع لحاجة الناس ما تقولش الحرام ما تبيعش مخديرات ما تقولش هذا وش عندي كل شوف كل حجر ما تقولش الحرام باش ربي يهديك واتوب إلى الله تبارك وتعالى الحاجة الثانية وش هي صحيح اهتماماتك انت يا وش همك في الحياة وش لك تخمم وش لك تريد ربي عز وجل قال وما خلقت الجنة والإنسا إلا ليعبدون وانت حياتك كاملة تصور حياتك كاملة وانت تفكر هدك ربح هدك خسر هدك نجح هدك خسر في ماله هدك طلق هدك تزوج ها يروح نديره هذيك السفاها التافاها تنبع أشياء لا قيمة لها خاصة خاصة تخيلك كي الناس وش همه وش همه همه أمور الناس يعني أخبار ناس تصور همك عدوك شن همك همك إذا كان مت وين رح تروح همك لو كان يجيك مالك كان مرت وش يلقك دير همك ربي رو راضي عليك ولا سخط عليك هذا الأهم الحاجة الأخرى اللي ننصيك بها يا أخي الكريم هي علاقتك مع الله وشن هي علاقتك مع الله شوف تصور تصور لازم تعيش مع ربي لازم يكون عندك جانب جانب المهم في حياتك هو ربي ربي هل ربي حققته وش يريد منك عبك ربي عنده حق عليك عبك شن هو أن تعبده ولا تشرك به شيئا يعني تحقق كلمة لا إله إلا الله في حياتك حقيقة ما كاش قلبك ما يتعلقش بإنسان آخر ما يتعلق بحتى المخلوق لا إله إلا الله هذا هو العنوانك الكبير اللي تمشي به في الحياة تعرفوا شن الحاجة المهمة في الله سبحانه وتعالى أنا ننظر إلى الله ربي سبحانه وتعالى أنا نحقق إياك نعبد وإياك نستعين إذا سألت اسأل الله سبحانه وتعالى إذا استعنت استعين بالله الخوف لا يكون إلا من الله وعالقتك وثيقتك لابد أن تكون بالله وتحسن الظلم بالله ربي سبحانه وتعالى رح يكون عند ظلمك عبك شقال نبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أنا عند ظمي عبدي به فليظن عبدي به ما شاء أينت وشك الظن بالله وشك الظن به عباكم شكون هو الله الله هو لي قال لك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هو لي رجعك رجل الله سبحانه وتعالى عباكم شكون هو الله الله الذي قال لنا ومن بكم من نعمة فمن الله الله عز وجل عباكم ش قال نا الله هو هو الذي خلقك من ضعف وهو الذي جعلك شابا ثم جعلك من بعد ضعف جعل لك قوة الله سبحانه وتعالى عبك شكون هو الله الله ولقل على نفسه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه والله سبحانه وتعالى هو الذي يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل هو الله نفسه الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر من يدخل الجنة ومن يدخل النار هو الله علاقتك ما هي معه هل أنت تفكر الله راضي عليك أم ساخط تعرفوا ربي سبحانه وتعالى أنا دخلت اليوم المصحف وفتشت حبيت نقول مع ربي سبحانه وتعالى نقول يا ربي انت وش تحب ومش تحبش أكت تفكر فيها ما تفكر ليش فيها أنت فكرت ربي وش يحب وش ما يحبش تعرف أن العلماء العلماء يذكروا الزوج والزوجة يقول لك باش يعيشوا مليح لازم الزوجة تفتح وتبحث وتشوف الزوج وش يحب وش ما يحبش في المرأة والراجل يفتح ويبحث ويقرأ ويقول للمرأة وش تحب في الراجل وش ما تحبش دايما لها كده يحبو يشوفو ونقول لكم حاجة أنا زيت بحثت مليح ولقيت بلي المحتوى تع بعض الناس بيسوئين أو بيحسنينية على حسب نيتهم عباك المحتوى في يوتيوب وتيك توك وكذا الناس اللي يديروا ويحبوا يطلعوا المحتوى وتحهم عباك من الأمور يطلعوا به المحتوى وش ما هو يدخلوا نساء ويقول لها يقولوا لنساء لبعضهم البعض يقول لهم ينساء على بلكم الراجل وش يحب وش ما يحبش المحتوى يطلعوا ويطلعوا عدما الراجل يدخل عند الرجال يقولوا مع بكم وش تحب المرأ وش ما تحبش يطلع المحتوى سواء في الحلل أم في الحرارة على بلكم احنا دركوا وكنت دخل تقولوا مع بلكم ربي وش يحب وش يحبش ما يطلعش المحتوى ما يطلعش لأننا ما عندناش اهتمام ربي وش يحب مش يحبش أنا دخلت وشفت في القرآن الله يحب كتبت الله يحب في القرآن وش خرج لي يحب المحسنين يحب الصابرين يحب المتقين يحب التائبين يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المؤمنين الله عز وجل اشتدوا لا يحبهم هدو من يحبهم وش ما يحبش ربي ان الله لا يحب من كان مختانا فخورا لا يحب من كان خوانا أثيما ان الله لا يحب المفسدين لا يحب الكافرين الله عز وجل لا يحب المستكبرين ما يحبش الله سبحانه وتعالى لا يحب الفاسقين لا يحب الغافلين ما يحبهمش الله انت انت وراك يحبك الله ولا روس اخط عليك هذه لازم تفتش فيها مليح لازم تنظر إليها مليح وتشوف ربي وش يحب وش ما يحبش بش تشوف لا تايا ترديه ولا ما ترديهش الأمر الآخر انظر إلى محيطك المحيطة ديالك انتايا شكون هو المحيطة تاك هل المحيطة تاك انتاك مسج منعه ولا لا لا إلا أرضى عليك الله ورك تسلي ودير أمور بزاف مليحة والمحيطة تاك رك ظالم 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 ما حشي يرضى عليك تاني رح يقولك شوف مع العيبات على بالكم المفلس إنسان عابد المفلس يأتي يوم القيامة بأثماني شيء بالعبادات التي تقبلها الله يعني قلب الحبة عند المفلس يجي يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وصدقة وهذا الصلاة وصيام وصدقة تقبلهم الله يعني الخالس الحاجة المليحة عنده رح يمدها للناس وحد خلين ويدخل جهنم علىه ضرب هذا سب هذا اشتم هذا قتل هذا أكل ما لهنا خمس أمور دالها المفلس إذن انت باش تزيد سق مروحك ماشي غير مع ربي برك والديك الجيران زوجتك ذوي الحقوق الناس الرعية تاعك ليعطاها لك ربي أختك خوك الناس لإصحابك المسلمون اللي يخيطون أبيك علاقتك معهم رك تأذي ونرك تنفع وش لك تديرك إنسان إيجابي عندك بصمة حياة عندك بصمة أو لا ما عندكش بصمة شوف الآن وش الفرق بين إنسان يمد بصمة ويسمي بصمة شوف الناس أحيانا جمعيات شوف شباب في الوط وروت شوف هاب شباب معنا هنا ينضموا شباب في الوط وروت عشرين سنة سبعتاش سنة ثمانتاش سنة والله ما يفطر معاودي وش داير داير جيلي وحاكم ليباك هذوك تعل الوجبات ويسربين الناس في وقت المغرب ماذا يريد هذا الإنسان يريد وجه الله يحب ربي سبحانه وتعالى هذا الإنسان هذا كان قادر يروح يفطر معاوديه ويريح الوحاب يدير حاجة الوحاب يوصل إلى الله المحيطة تاك تقدر أن تستثمره كامل بيستدي الجنة الجنة على بلك سلعة الله الغالية نقول لك حاجة أخي الكريم حاجة مهمة في حياتنا لازم نركز عليها الإيمان بالقضاء والقدر بزاف ناس هربوا للمخدرات بزاف نساء رحوا الفساد والفحشة بسبب عدم تقبل الحياة اللي اكتبها لهم الله لذلك مشينا واشنو انسالفنا من الرضا بما قسم الله لنا النبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا طريق الراحة ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وكل شيء خلقناه بقدر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم على بلك بل أعظم مرحة يعيشها الإنسان أن يسلي ما أمره إلى الله اقسموا بالله غير نعيشه طمأنينه شوف الناس في الطيارة الفوق ركدين تخيل طيارة بين السماء والأرض اقسموا بالله غير يقدر يطيحها طائر طائر يدخل في الجانح يطيحها زاوش يطيحها طيارة وكن يطير بولون منها ما يبقاش إنسان عايش فيها يتسحموا الناس الجثة ما يلقوهاش شوف تخيل هذه الطيارة هذه أنت ماشي بقدرة الله في السماء ترقد بكل راحة كون يجي إنسان يقول لك اسمها أنت لاقد أنت عندك قلب باش ترقد أباك رأينا في السماء لو كان يطيح تقول له هذا البيلوت هذا يا أباك السبب الرحة تعقشن هو أنه الإنسان سائق تعطيارة ركدير في بلك بلي عنده شحالم في وياجر أو ديرها أو دير بزاف سفريات عنده خبرة وتقول له هذا الإنسان ولا في روح ويجي سماء طمأنين تكنتا وراح تكنتا أباك من جاتك جاتك من هذك السائق من مهار السائق بحسني ظنك بسائق وكان جي يقول لك اسمع أنا يا ما نشتايق فيه الإنسان هذا أباك علىه أول مرة يصوق ما ترقد شتا والله ما ترقد شوف الناس في الكيران في البيس في الحافلة راقدين مرتاحين ما يقولش أنا ذكبك هذا كل السائق هذك يدخلنا فيك اش حاجة عليها تراقد علىه تقول هذا شتائق هذا عنده شحال هو رايح جاي سماء إنسان روتي أنا أنا مرتاح أنا مسلمها ليه على هذك ارتحت الدنيا شكو نيصوق فيها الدنيا بيد دمن بيد الله عليش ملاش مرتاحين ما كيش ثيقة فيها ليس لنا ثيقة في السائق الذي يسوق الدنيا هو الله ليس لنا ثيقة في المالك في المدبر الذي يدبر أمر الله ما لش ثيقين فيه عليها ديك ملاش مرتاحين لو كان ثيقوا في الله وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها عباك شكون هو اللي يحاكم رزقك هو الحميد عليك خير من يمك عباك شكون هو يدبر لك أمرك هو الذي يعلم مصلحتك أفضل منك أنت الله سبحانه وتعالى كي ترتاح منسحقش حباك كي نرتاح من عمر شراصين والله من سكرت نعيش فيه راحة تامة رقدة تاعي بيد الله وكل نوضني هو الذي يحييني بعدما أمتني إذن دير ملح في بالك بل لازم تأمن بالقضاء والقدر وتريح قلبك وترتاح وخليك من هذك الافترابة بتاع الحياة وما كاش ما كاش الخدماء ما كاش هذه وهذه مش بلاد وما نقدش ريح وهذا مش شعب وهذا كذا يا راجل الأمر مضبرها مولاك سبحانه وتعالى أنت بيد الله شحامل واحد قدامك ومرتاح شحامل إنسان هو يرح يصلي في الجامعة ويجي ويبتاسم ووجهه منور ومرتح لبس عليه علش هو مش عبد هو إنسان عنده قلب رمتعلق بالله وانت مكش متعلق بالله أنا أقول لك واحدة كلمة سؤال نختم به وش بدينا بدينا بكلمة ما الفرق بين الطائعي والعاصي ونختمه بكلمة وشن هي وشن هو الحل وشن هو الحل عباكم وشن هو الحل إخواني الكرام أقسموا بالله الذي لا إله غيره إنه لحل لا حل غيره ما كيش حل إلا هو هو التوبة والمصالحة مع الله عباكم التوبة نبدأ بكلمة وحدة في التوبة ربي من أسمائه حداشم اسم حداشم مرة ذكروا ربي عز وجل هو التواب تواب ربي سبحانه وتعالى عباكم شمعتها التواب مع أنتها صيغة مبالغة تفيد ماذا تفيد الكم والعدد يعني قد ما تكون ربي عز وجل هو التواب الرحيم هكذا قال اسمع مليح وشمعتها في الم التواب التواب قد ما تكون المعصية كبيرة نوعا يقبلها وقد ما يكون عدد المعاصي يقبلوا هذا وشمعتها التواب صيغة مبالغة تفيد قابول المعاصي كما ونوعا هذه عبكة هنا آيات ترجمها إن الله يغفر الذنوب جميعا وشمعتها الجميعا معتها كما كان الحجم انتاحا وكما كان العدد انتاحا عباكم التواب وشن هي التواب هي صراط الله المستقيم الذي يخرجك من انحراف الشهوات التواب هي تصحيح المصار إذا أضلتك الأهواء التواب هي صمام الأمان إذا انضغطت بك الظروف بالتوبة تخرج بالتوبة هي المفتاح الباب الواحد اللي تخرج به كي تغلق عليك الدنيا عباكم ذنون كان في بطن الحوت بطن الحوت هو المعاصي التي أحاطت بك عباكمش قال ربي وأحاطت به خطيئته المعاصي هي عبارة عن شي لك الدفيع في صرواحد هذه المعاصي هذه كان مخرج واحد هو التوبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اخرج من بطن الحوت بكلمة وحدها توبة صالح معارض بي سبحانه وتعالى عباك التوبة وشين هي هي النور إذا ضلامت تعليق الدنيا هي النور التوبة عباد الله هي الطريق الوحيد الذي يكون مخرج عندما تضيق بنا الأمور وتحيط بنا وتدلهم بنا الخطب المخرج الوحيد في التوبة التوبة عباكش يصورها العلماء هي حبل الله المتين حبل الله المتين للإنسان الذي أغرقته شهواته وذنوبه عباك واحد غارق واحد غارق وش يستنى يرمي ولو حبل أنت أنت في الذنوب بتاعك دركا روح لأي شيخ والله ما يدر لك حل قاع رح يدير لك حل واحد توبة ومبعدك يقول لك شوف تشقلك شيخ قبيلا كي يقول لك أنت توبة إلى الله تستحارك الله ومبعدك تقول لنروح عند وحدة أخر كين بعض الناس كده يبقى يدور وما يدير والو هو يبقى يدور يا شيخ أعطيني يحل كيفاش نحبس الحل توبة توبة إلى الله ومبعد يروح لواحدة أخر أعطيني يحل عباكش يحوي سوا عمبالوا وإحنا جبدوا حنا قفلان قولوا خلاص يتسقمت ما كاش معدناش والله ما عدنا عباك وش كين كين حبل واحد يخرجك من الغرقة أكغارق أنت أكغارق أكغارق ديون تعالناس وما ظالم وش حي سبيت ناس وعندك شح المتابعات وعندك شح الذنوب عندك بزيف أمور وكنت موت تدخلنا أغرقت خلاص عباكش تخرج خرجها وحدة كين حبل واحدة ممدوت أرمي يدك تخرج هو التوبة حبل الله المتين الذي يخرجك من الغرق إذا أغرقتك الذنوب والشهوات هو التوبة إذن الله عز وجل شقالنا شوفهم ليه بش نستحيه إحنا رانا نعصيه وقد معصينا وبعدنا على ربي وما زال ربي نحنين الرحيم أو ينادينا وش يقولنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم عبكش مالتا أسرفوا رحوا بعيد تسمعوا إحنا يا ما زلوا يعيطنا لعبادي أنا نقول لك هذه الكلمة نحبسها لا قل يا عبادي معنتها وش قال قرهنا القارئ قبيلا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغسر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم والله غير بلا ما نكملوا الآيات غير نحبسه غير هنا نقولوا على كلمة ما تستحيش على روحك انت يا لك الذنوب هذي قوع ما زلوا يعيط لك يا عبادي لما منستحيه منه نقولوا ما أرحمك يا الله وما ألطفك يا الله حقيقة الله تواب رحيم حقيقة أن الله غفور رحيم ما زلنا احنا يا قاوش درنا فواحش والزنا والسرقة والبعد عن الله والخمور وسب الله ما زلوا يعيطنا يا عبادي ما زل ما نحيتناش مالقائمة ما زلنا عبادك ما زال إيه ما زال عبادي ما زلين يعيط لكم عبادي إذن نازم نستحيرهم أنا نقول سبحان الله ما زل شوف الإنسان لم زال ربي يعيط له يا عبادي وما استحاش ومات ومات هو يعصي ربي يوم القيام لا يلومنا إلا نفسه قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله كون هذا لي موشح يدخل الجنة كيفاش يا عباد الله حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والحسنة تمحي سيئة وإذا هممت بالحسنة وما تعملهاش يكتبها لك حسنة سمها لها بحرباح وهنا في سيئات في كفة سيئات دير سيئة يكتب لك سيئة وحدة يكتب لكش عشرة كمال غراء وحدة برك ولو كان تجي دير سيئة وما تدير هاش يكتب لك حسنة ومع ذلك تجيهم القيامة يحطوا لك السيئات هنا والحسنة هنا شكون يغلب سيئات إذن لازم تخل جهنم مالا لازم تخل جهنم على هذه القرنة النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخلوا الجنة إلا من آبا يعني هذا كامل وما تخصوا الجنة نتاع يعني الجنة طريقها سهل نسأل الله يكتبها لنا ولا لكم توبوا إلى الله توبوا إلى الله وما دبينا نسمعوا بزاف ناس تاخذوا القرار كما تقرر شيخ قرار نهائي من الآن حازم حسم ما كاش واحد ينجح إلا بالقرارات الحاسمة لازم شوف أي واحد ننجح باش ننجح أسألوا الأخ زاكية باش ننجح ينجح بالقرار الحاسم ما شي غدوة نبدأ ننقص نفري واحد الأمور نبطل هذه وندير هذه نبطل الدخان بالشمة وبعد نبطل الشمة بالدخان وبعد نبدل هذه بهذه ما كاش ما كاش كين حاجة نحبسها هنا خلي نموت خلي طرد غول عرق كل حاجة تصر لي في سبيلها أي حاجة تصر لي في سبيلها ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علي وعليكم وأن يثبت خطانا وخطاكم نخلوكم معاقونا زاكي إن شاء الله يعطيكم كلمة طفيفة كلمة إن شاء الله عز وجل نستفيدوا منها جميعا وبارك الله فيكم ونبطل اللهم ونحن نشاء الله نعطي الله أنه تحرك ناش أفعال إنه إيسان الإيسان يمكن ان يجرغوا على دخوله في أي طريق أو بسعالي قد لا يمكنك زيادة قبل قد مرحب بحياني أفعال إن شاء الله نكون ليساء الله وإن شاء الله نكون عبرة لأس المناس إن شاء الله تجعلنا لأس حاجات عقير ربي أحفظ ونحن نقل وبالمرأة الجالية بارك الله فيك ربي أحبك شيخ ربي بارك فيه أخونا زاكي وبرك الله في الشيخ على هذه الكلمة المباركة أنا فقط حبيت أن نعقب على الكلمة أخونا زاكي أول حاجة نتفقوا عليها باللي لازم لازم أول حاجة لازم نتفقوا عليها يا إخوان بللي لازم لازم نحكيوا عن الحاجة المليحة ما نحكوش غير عن الحاجة المشي مليحة يكونوا مدوا ميتان أخونا زاكي ربما الكثير منكم يعرفوا بللي كان عنده محتوى فاسد لقدروا إحنا محتوى سيع مدة مخديرات وهذه تاب إلى الله عز وجل اخذ القرار والحمد لله تاب لما تاب مقعدش عيش مع رحوم الحمد لله كانت عنده ضصدة حتى في الوسائل التواصل اجتماعي كانت عنده ضصدة في وسائل التواصل اجتماعي والكثير منكم يعرفها أنه هو كان سبا في توبات كثير من الناس الكثير من الشباب كان هو السبب في توبتهم بلنا كان عندنا دور ولا ربما هو كان عنده دور أكثر منا لأنه علش لما كان يحكي يحكي بالخبرة ويحكي بالميدان كان يحكي بالميدان كنا نقول كان عنده تأثير على هؤلاء الناس ونسأل الله عز وجل أن يكون كل واحد تاب من جراء كنا نقول التنوير تعقونا زاكي إن شاء الله رب يجعله في ميزان حسناته الأمر الثاني كان الناس نخبرنا نقول نحنا مؤثرين ولا مؤثرات تلقى مؤثرة نحات الحجاب ونبدأوا نحكيو عليها ولي نفسك الحجاب علش ما نحكوش عليها الإنسان اللي يرى في المخدرات نحكيو عليه ولي يحبس المخدرات علش ما نحكيوش عليه إذن هذه هي اللقطة وهذه هي اللفتة التي فعلناها نحن لما خيرنا اليوم خيرنا أخويا زاكي وكين شباب وحلقين عندهم إن شاء الله رح يجيوا وإن شاء الله يزيدوا يحكو التجالب تحهم الأمر أيضا اللي يحب أن نبه عليه أنه مثلا الكثير مننا الآن يكون افتلقته على الإفساد تلقاه يفسد وما يحشمش لما يعود أن يفتلق المليحة ما يقدرش يشارك يقول كلا لا 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 خطيني خليني ما ندير والو يقعد دائما منحايز ولذلك يجب الإنسان تكون عنده بصمة في الخير ما تحقرش روحك تكون عندك بصمة في الخير كلمة تقدر تغير بحياة الإنسان الأمر الآخر أنه الإنسان لا نستطيع ان يعقه بالماضي هتين يكونوا وليوا في الماضي الصحابة كانوا كفار نعود أن نقول يوم الماضي تع أمر من الخطى نعود أن نقول للماضي تع خاد بن الواليد اللي كان هو ستباء في غزبها وحد باش تخسره يعني نعود أن نقوله الماضي تع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمرولا كان يدخل في الماضي تعال إيه تبت من تاب تاب الله عليه في فتح مكة فتح مكة لما النابس اصلم جاء فتح مكة جاء رايح خلّى واحد تلين وعشرين سنة صحابي هداك من يدخل إسلام هو اللي يدخل هو اللي على مكة بلا ما دخلوا فى الماضي ديالي ولذلك ما نقدرش نبدو ونتخرب وغير فى الماضي قال ايا ما زل شفت هدا وش كان يدير اتحامل نحكي لك واحد الحكاية وبعد اياه جابوه زعمة قعد مع المشيخ وهو شو وش كان يدير اتعايش تحكينه وش كان يدير سيد خلاص راه وتاب قال لك بالإيرانية تبتح وفرضا يعود يغلط يغلط وقعنا غلطوه لانه كلنا لا معرضون الخاطئ لماذا لانه انتا انسان انتا باشر تغلط ما نقدرش موقف كما هذا يخلي مثلا ودكونا ذاكي نحطوه فى المجهر ونبدو نسننه وبعدنا نقاوبة تلين ستوري فيها غنيا شاعي القارو شوف تنوفيح زع ما كان قداية ما كان قرارو هذا الاسباب اشهدت التعليقات المدفاسه لقد قلت الناس قلوبها مريضة لا يحب هذه المجلس لا يحب المجلس لا يحب الشيطان ولا يحب الشيطان لا يحب الشيطان لان يشوف شابه انتا تجبدو لانه واحد يقول انتا الماضي لديك انتا قتل مئة نفس لما اخر شيء هذا العالم مشقل قالوا خرج من القرية ديالك لازم تغير البيئة وإن لا يقعدوا الناس اللي معاك جايين لنجب دولك الماضي ديالك ولذلك الآن ما تفشلش وما نحاولوش كما يقول لك هذه الخطوات الإيجابية لينديروها ما نجبش تكونوا سلبيين نبدأوا نحكوا عن الناس ونجب دول ماضي ديالهم ونبدأوا نقولوا هاوليك وحتى وكان يعاود يغلط ونعاود الإنسان يتوب وكما قال الشيخ المقبل أربيتوا أربي تواب أربي قالك تواب معتا تغلط التوب تغلط التوب تغلط التوب والله عز وجل قبلك أنت شكوا أما عندك من فاتح تعتوبة ولذلك الآن أبواب التوبة مفتوحة وإن شاء الله إن شاء الله الكثير من الناس الكثير من يعني كدا قلت أمثار خونا ساكي مدى بين يكونوا الكثير منهم كثير منهم تكون عندهم جرعة باش يجيقون لك بللي أنا ما يوقفونه لذلك المبارح حكمني واحد قال لي والله يا شيخ عندي سبعة شهور الحمد لله فيديوات التاع الشيخ وتاعف 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 مزاد درويش وغيره قال والله غالما سمعتهم هو ملكا وسيدا عندي سبعة شهور ما كون سوميج والحمد لله رأني بليح هذا يا وغيره وش حملوا واحد يحكمنا يعني يراهم كما يقولك إن شاء الله ناتات اجتحاد الناشط حضوركم يشجعنا الآن باش نمشيوا تسجعاتكم نمشيوا في التريق ونلقوا الناس ما تتصور جعب لي يعرفك تلقاه بالموطو يقولك يا شيخ روح رانا معاك كمل كمل رانا معاك تسجيعات تتحهم كما كاي الناس ما تتصوروه كما كاي الناس يجيوا لك ويقولك يا شيخ ولا غيرك تضيع في الوقت الشعب هذا غير أختيك يا ودي رحيته بأولادك على راحه الناس قالت تبطي ويذلك ليد في اليد وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نتعاونه والعمري فاتكون دلت لكم مشيهاتها المخدرة هذا العمز غيرت لكم مشيهاتها المخدرة بساعة ما جبتوش معايا إن شاء الله مرة أحد أخرى مدير وقت شكرا لكم أخواني كرام كان جماعة طلبوا مننا زيدوا واحد الخمش قيق ولا عشر قيق إن شاء الله ونعطيكم فيها بلق نصيحة مهمة جدا وهي اللي حبي نتكلم عنها ونسيناها وقدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نذكرها الآن هي الآن شوفي إخواني كرام قدر الله عني نعصي في ربي أراني نتنوف المخديرات أراني عقودية أراني نسرق أراني مهم في طريق المعوجة مهما كانت طريق المعوجة أنا نخاطب الآن بكلامي هذا الذكر والأنثى نخاطب الراجل والمرأة ماشي غير الشباب للرجال يوم معانا نخاطبه كذلك النساء لكين شحل من المرأة راه في مخديرات شحل من المرأة راه في طيق معوجة في علاقة غير شرعية في أمور وقام ماشي ملاح وهذا المجتمع الآن دركه كيف سد في سد بالذكر والأنثى الآن أنا أقول لك واحد الحاجة الآن السؤال وشن هو أنا نتوبت خلاص حبيت ذوك الحبس لازم لي حاجة تعاوني بش نكمل هذك هو الصح ماشي أنا نجي ندفعك نقول لك روح توب وبعدها تقارحك أنت حابس ماشي نديركين توب لأن الطريق الصح كامل هو الثابات ماشي التوبة الثابات على التوبة هذا هو احنا دايما نقوله اهدينا الصراط المستقيم ماشي هو اللي يثبتك على التوبة الثابات على التوبة هو أنك تحقق الإيمان بالله تعالصح ماشي هو الإيمان بالله أنك لازم ترى في كل هذه الحياة أن الله هو كل شيء أن كل حاجة رأي بيد الله سبحانه وتعالى أن الناس لما يترفعوا أو يفضحهم الله والناس اللي رأيهم يتحطوا أو يحطهم الله والناس اللي رأيهم يتسطروا أو يسترهم الله والناس اللي رأيهم يتفضحوا أو يفضحهم الله والناس اللي رأيهم يتعلموا أو يعلمهم الله والناس اللي رأيهم يجهلوا أو يجهل فيهم ربي أو يعطلهم على العلم وكي الناس رأيهم يغنيهم الله سواء منة ومنحة أو استدراج منه سبحانه وتعالى وكي الناس رأوا يفقر فيهم الله عز وجل ابتلاءا وقد تكون منحة كذلك وكي الناس رأى رب يعطاهم الصحة وكي الناس منرضهم هذه الحوال اللي موجودة في الدنيا هذه شكونا رأىه يتصرر فيها الله سبحانه وتعالى هذا منا يبدأ الإيمان تاك وما بكم من نعمتين فمن الله الله خالق كل شيء منا تبدأ منا تبدأ توحد في ربي عز وجل واذوق علاقتك مع الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله يكون نتاج كذلك ماذا يتقوى الإيمان تاك بماذا بالإيمان باليوم الآخر شوف الإيمان باليوم الآخر لازم تقرأ عليه بزاف بكل تفاصيله شوف نقول لك واحدة الكلمة يعني تقدر تقول من أكثر بلك أكثر شيء فصل فيه ربي والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في القرآن وفي الحديث هو اليوم الآخر من نهار تموت حتى تدخل جنة ولنهار كامل لقطة بلقطة نلقوها مفصلة وحدة تفصيل في الآيات وفي الأحاديث تفصيل تفصيل كيفش تخرج الروح المليكة وينيجوا يجي ملك الموت عند راسك ويجي الملكة لهيه ولكفن كيفش داير وكيفش يطلعون السماء على هذا على كامل لقبر لقبر ورنا كيفش يجو المليكة يجلسوه يسألوه أسئلة على هذا كامل في يوم القيامة أعطانا صيرات صيرات أعطانا كيفش داير قلنا أحده من السيف وأدقه من الشعر وفيه رواغان ويطيح الناس ويخرج عنق يعني واحدة تفصيل عجيب علاش علىها الجنة علىها فصلها هنا الطرابة ديالها كيفش داير اللغطات تحها كيفش داير الفرش تحها كيفش عامل الآرائك تحها اللباس تحها الأزواج تحها السقف تحها القسور تحها الخيوة الخيمات تحها هذه كامل بدقة وعطانا كذلك فالنار كيفش عاملها طعام وها الزقور وكيف يشرب الناس من الحميم وكيف تقطع الجلود وكيف يعدب الناس وكيف يصرخون في جهنم وكيف يعذب الزونات كيف يعذب آكل الريبا وكيف يعذب شارب الخمر وكيف يعذب الإنسان الذي يسب وصاحب الكلام الفاحش والكذاب كل واحد كيفش يعذب عليها كامل هذا علاه باش انتا تولي تتصور باش انتا تولي كي تغمض عينك تعود تقول ياه أناك ينموت هاو شي سرى أناك يكون في الصيراط هاو شي سرى أناك ينوقف بين يدي الله هاو شي سرى يعني بالدقة كأنك تشوف فيها رأي العين هذه الغرض أنك تستحضر باش تجيب القيامة اللي هنا تعود عايش انتا في الدنيا وعقلك في يوم القيامة علاه لأنك شفت كل التفاصيل تعيون القيامة كثر السماع كثر أعطاننا ربي تليفونات تليفونات تقدر تستعملهم نعمة يقدر عبك التليفون يدرك التليفون هذا يقدر يدخلك الجنة والله غير يقدر يدخلك الجنة شفت هادوك اللي كان يقول لك شي خاليها مدركة كان بزاف منهم ما حضرون لاش ما كانواش حاضرين تبعونا في تليفون دخلهم تليفون الجنة والتيليفون هذا تقدر به تسمع اليوم عذب القبر سكرة الموت عذب القبر نعيم القبر تسمع الحشر كيف يبعتنا الله يوم القيامة علامة ساعة وشح يكون يوم القيامة علاه باش أريد ولي قلبي دائما كل ما نخدم حاجة يعني بك هتنوقف يوم القيامة شهت هادوك اللي حسبو الله يوم القيامة تقول لي بالنسبة لك يوم القيامة كأنك جزت عليها علاه هذيك تقول لي تتحسن في الأعمل تال تقول لي تخاف الله علاه هذيك وش قال ربي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ كيفاش أخايف مقام الله أو قراء على يوم القيامة أو سمع الدروس على يوم القيامة هذوك يعاونك بزاف 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 عبوكم الصحابة كل تحولات على الصحابة كامل كما راهم كامل صحابة تحولوا إلى ناس كلمة لك عبك باش الرسول عليه الصلاة والسلام دوزالهم يوم القيامة 13 سنة ويحكي لهم غير يوم القيامة قالوا الصحابة تحكي لنا عن الجنة كأننا نراها رأي العين وتتحدثنا عن النار كأننا نراها رأي العين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم الجنة والنار الجنة والنار الجنة والنار الناس اللي تعايشها في المرض وتخلط في الجنة والنار وشو اللي لهم بعدا والليين يشوفوا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وإثمان بن عفل وعلي بن أبي طالب والزباب بن العوام وسعيد بيزيد وغيرهم هذو الصحابة كامل مبشرين بالجنة ويمشوا في الأرض على يوم القيامة هي ليس قمتهم هم تاني كانوا يشربوا الخمر على بالك جلهم كان يشربوا الخمر كان يشربوا الخمر لذلك قلة من الصحابة الذين تابوا قلة ليقول لك لم يشرب الخمر قط كانوا يشربوا الخمر ومشيتنهم في الدم وحبسوها هم تاني كانوا دول الأسنال وحبسوها وهما تاني كانت عندهم عادة جاهلية وحبسوها كيف هم مشي بشر حنا بشر ولا هم بشر حنا مشي بشر يعني كان اختلف بناتنا كيف كيف هم تاني عندهم شهاوات حنا عندنا شهاوات هم تاني الناس ضعاف حنا ناس ضعاف هم حبسوها بهذا القوة قوة الايمال باليوم الاخر نقول لك تاني حاجة اخرى حافظ على الصلاوات الصلاة تنهى عنها في حشاء المنكر وتحلل من المظالم 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 عندك حاجة تعنس رجحها لهم ما قدش ترجحها استغفر الله وتوب اليه وتصدق عليهم ودعي لهم بالمغفرة كي الناس ركي اغتبتهم ما تقول يسلب منهم السماح ادعو لهم وقل يا ربي اغفر لهم يا ربي كل واحد سببته او ظلمته فاجعل ذلك كفارة يذنوا به ادعو لهم دائما ادعي لهم الناس يكون تغتابهم استقم صورتهم الى كانت تقدر تشفع عليهم واغتبتهم في نفس الجماعة عاود تقولهم يا جماعة هذيك الانسان لاني تكلمت عليه في يومنا الايام وانا استغفر الله وتوب اليه وانسان طيب هذيك الانسان عاود تسقم سقم قد ما تقدر تسقم على باك هذك هم اللي ي يتحرك هذيك القيود ليرك تكسر فيها باش تقدر تتحرر ونقول لك حاجة واحد اخرى ثاني الجلساء جلساء السوع لا مجاملة معهم جلساء السوع هم الناس الذين يأخذون بك الى جهنم الجليس السوع قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يحرق ثيابك يعني يصيبك من لفحه او ان يحرق ثيابك وجليس الحسن اما ان يصيبك من طيبه او تحرر وان تصيبك ريحه ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خالله فلينظر احدكم من يخالل شوف عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عباك شو راح انخاطب دركة انخاطب هذك الانسان اللي يراه مجرم ويقول لك قلبي مليح انا تكلم معاه دركة عباك هذك الانسان ما يقول ليش هندك يختمني ربيه بالحسنة مدامك تدور مع الناس مش يملاح شوف ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بابات علي ابن ابي طالب ابو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان راجل شيت راجل راجل بتاع الصح ما خلية حتى انسان وكان كافرة بصح ما خلية حتى انسان يدن المحمد صلى الله عليه وسلم قالوا رك في حميتي واحد من يمسهم لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كي كان عايش عمه واحد ما قدر يدن له وربه معه مع أولاده يعني النبي عسلم تربع معه ابن نبي طالب ما تكافر رح ليه الرسول عساسان قلو يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي شوف جاي قل لا إله إلا الله جاو سحابه شكوين جاو جاو جماعة الوليد بنه أميه غيره وش قالوا له وش قالوا له قالوا له بل على ملة عبد المطالب أبقى كي ما رأك تبقى كي ما كنا عشنا تبقى على كل من تعنا صحابه هذوك لي قولوا لزوم هما كانوا معه هذوك لي قالوا لوري يحكي ما رأك ما تشيقل بل على ملة عبد المطالب ما تكافر نسأل الله السلامة والعافية وشهد له الرسول عساس سلام بأنه في النار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه نسأل الله السلامة والعافية على هذه قال عليها ربي ويوم يعض الظالم على يديه يقولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني شف كيف شف إنسان الإنسان يضيع بصحابه الفزدين الحاجة الأخيرة الشيطان عدو على بلك الشيطان عدو مش صاحب الشيطان شيطان ربي وش قالنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إحنا وش نقوله ربي قوله لبنا لا لا معنا بناش رأنا نقولوها باللسان بس لحراوي يجي الشيطان ويكلخ لك ويروح أنت ما تفكش عبك لازم لك حراسة مشددة كل ما تجي حاجات تقول هذه قال لي ربي عليها ولا قال لي الشيطان أنا رحب نروح نقول له كل ما لهذاك الإنسان أنا رحب نضرب معاه هذه يدرى يقول بها ربي ولا قالها للشيطان أكيد تع الشيطان بينا أنا أحب نروح نصهر العجل معاه هذه زعمة تع الشيطان ولا تع ربي تع الشيطان والله ما ندرها لأن الشيطان قال عليه ربي وقال الشيطان ولما قضي الأمر في جاهنم كي تتفر تروح وقال الشيطان ولما قضي الأمر يقول للناس لتبعه إن الله وعدكم وعد الحق قال لهم ليس آمنون دخلوا من جنة ووعدتكم فأخلفتكم يعني آنايا مالغين ما تدروا شعلية قالهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم رحي حتحصل فيكم بعدا دير برك بالي الشيطان عدو قال الله لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور عبك شخص هو الشيطان لأنه يجيك فيه صورة مش يتاعه كي يجيك الشيطان يقولك شانا الشيطان يقولك دير هادي يروح لنحوسه نحي شوية على خاطرك أضحك شوية الدنيا ما فيها والو ازهى المتكينة وكي ينهدوا من الناس شيوخا كبار يتكلم الشيطان على لسنهم يجي يقولك ازهى يا أولادي احنا كي كنا قدكم كنا نزهى وازهى وازهى المتكينة أنا كي يقولي المتكينة نرمان من روح نطيع الله مش يروح نزهى والزهو التاعي والفارح التاعي هو في طاعة الله تبارك وتعالى وأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يدعى وجه من هذه الوجوه التي حاضرة معنا أو ترانا الآن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدعى وجه من هذه الوجوه إلا وأن يجعلها من أهل فردوس الأعلى وأن يتوب علينا جميعا وأن يثبت خطانا وخطاكم وأن يغفر دنوبنا ودنوبكم نسأل الله أن يرحم والدين وأن يغفر لنا جميعا ولا ننسى في هذا الموقف أن نترحم على إخواننا الشهداء في غزة وأن يرحمهم الله وأن ينصرهم وأن يثبت خطاهم وأن يرفع عنهم البلاء والظلام والظلم ونسأل الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين